ليست نهاية المعاناة عندما تنتزع قوات الشرعية في اليمن أي مدينة من أيدي ميليشيا الحوثي ثم تقتلت مختبئون تحت رمال الصحراء وتحت إسفلت الطرقات وفي المباني المهجورة إنها الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي في كل مدينة أدركت أنها ستفتقدها لتبقى أرضا محرمة على عودة أهالها المهجرين وتمثل أكبر خطر يهدد المدنيين حتى لو وضعت الحرب أوزارها الألغام أصببت لنا مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بإصابتها لناس بوسطاء ما عليش العسكري ينجرح في المعركة ويصاب بلغو في المعركة لكن انتصاب طفلها وهي ترع الأغنام أو أن يصاب طفل وهو ذاهب لإحضار الماء هذه الماء ساهب عينها فمنذ أن أطلقت قوات الشرعية مدعومة بالتحالف العربي مع عركة استعادة المدن من ميليشيا الحوثي عمدة الأخيرة إلى اتباع أساليب تدميرية في كل بقعة اضطرت إلى الانسحاب منها كتفخيخ المباني وزرع آلاف الألغام الأرضية بهدف ترويع المدنيين وزيادة كلفة الخسائر البشرية والاقتصادية ومن قبيل ذلك ما أكده خبراء الأمم المتحدة بقولهم إن الحوثيين استخدموا ألغاما أرضية أثناء انسحابهم من مدينة عدن ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن مائتين واثنين وعشرين مدنيا وإصابة المئات وبسبب صعوبة الحصول على تقديرات دقيقة من المحتمل أن تشكل هذه الأرقام مجرد جزء بسيط من جميع الألغام المزروعة منظمة مسام لإزالة الألغام في اليمن أكدت أن إيران زودت ميليشيا الحوثي بتكنولوجيا متطورة لزراعة الألغام مثل أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء لإخفاء القنابل داخل صخور مزيفة تزرع على جوانب الطرقات كما تم العثور على ألغام زرعها الحوثيون في البحر الأحمر وفقا لتقرير أعده خبراء الأمم المتحدة عام 2018 محذرين من أن تلك الألغام تمثل خطرا على الشحن التجاري وخطوط الاتصال البحرية ووفقا لمختصين أمميين فإن تفكيك الألغام الأرضية سيتطلب سنوات عدة حتى يتسنى إعادة بناء اليمن في مرحلة ما بعد الصراع